أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 15300 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل ومن الحدود عفوا فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولاتهم عبر الحدود إلى داخل المملكة خمسمائة وستين شخص وتم ضبط خمسة وتسعين شخص حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية إضافة إلى ضبط 19 متورط في نقل وإيواء وتشغيل هؤلاء المخالفين والتستر عليهم